اشتركوا في القناة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بحج المبرور وذنب المغفور وسعي المشكور وتجارة لن تبور بالتأكيد وزارة العوقاف كصاحبة اختصاص ومنذ أن وقعت البرتقول لحج عام 1437 هجري ويتعد الإعدادات وتجهز التجهيز حتى وصلنا لما أنتم تشاهدونه من خدمات قمنا بها عندما وقعنا البرتقول مع وزارة الحج السعودية واستلمنا البرتقول تم تشكيل اللجن المختلفة المتخصصة من كبل مجلس الوزراء منها ما يختص باستئجار السكن ومنها ما هو باستئجار النقل هناك لجنة حج دائمة في وزارة الأوقاف تعمل على خدمة الحج وعلى القيام بكل ما يلزم لشؤون الحج هناك لجنة في قطاع غزة تتواصل معنا للعمل وزارة الأوقاف تعاملت مع الماسح الضوئي الإلكتروني الجديد وكانت تعاملنا وجاهزيتنا مع هذا النظام على أعلى المستويات حيث أننا في هذا العام كمنا بتفيز جميع الجوازات التي طبعا كان لها الحق في الحج لهذا العام شرعت اللجنة وبتوفيق من الله باستئجار السكن وأنتم تشاهدون استأجمنا سكن لحجاجنا في المدينة المنورة وكان على بلاط الحرم فنادق صنف خمسة نجوم بالنسبة إلى مكة المقرمة تبعد تسعمائة متر وبالنسبة للحافلات هي كانت حافلات حديثة وضعنا في كل حافلة صائقين اثنين حرصا على سلامة حجاجنا درءا للمخاطر كما حصل في حافلة المعتمرين رحمهم الله جميعا بالنسبة لأخواننا أتقم وزارة الأوقاف عندما طبعا كمنا بإن شاء الله بالشروع القيام لهذه الفريضة شكلنا الأتقم التي تتابع شمال حجيج منهم ما كان في أريحة منهم ما كان في غور النمرين في حالة عمار في المدينة المورة في مكة وكذلك الإخوة من المحافظات الجنوبية كان هناك من هو في القاهرة هناك على معبر رفح وهناك كان في مطار القاهرة وفي مطار جدة كل هذه الأتقم تعمل وتواصل الليلة بالنهار من أجل خدمة حجاج فلسطين حتى نوفر الراحة والهدوء لحجنا الفلسطيني لأنه يستحك منها كل تقدير وكل احترام وزارة الأوقاف وبالتواصل مع الجهات المسؤولة استطاعت أن تسهل كل الأمور وكل المطلبات التي طلبها الحاج الفلسطيني حجاجنا عددهم طبعا منضبط ومقيد بمنظومة عدد حجاج دول العالم التي تملح من كبل المملكة العربية السعودية لإحنا طبعا عدد معين من الحجاج أنا أترك التفصيل الكامل في هذا الموضوع لإخواني وكيل الوزارة وعطوفة الوكيل المساعد لشؤون الحج لتوضيح هذه الأمور كاملة لكن أنا أريد أن أقول هناك في أمور طبعا نحترمها ونقدرها طبعا وضعتها للمملكة العربية السعودية على حجاج دول العالم وأنا شعاري دائما أقول اللهم لمنا فيما نملك لا تلمنا فيما لا نملك إحنا الحمد لله حجاجنا الآن وصلوا جميعا إلى مكة المقرمة وكل حجاجنا أدوا العمرة والآن يتمتعون من أجل إن شاء الله طبعا يوم عرفة لأداء الركن العظيم هو ركن الحج وطبعا وزارة الأوقاف كل أطقمها التي كانت متواجدة في جميع الأماكن انضمت إلينا في مكة المقرمة من أجل خدمة الحجيج أشكر البعثات المرافقة البعثة الإعلامية البعثة الطبية البعثة الأمنية التي ترافقنا والكل يحرص على إنجاح موسم الحج لحجاج دولة فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر